من المنابر إلى بريد رئيس مجلس النواب نقلت المعارضة النيابية مطالبتها الدولة بتسلم زمام الأمور جنوبا وتجنيب لبنان توصيع الحرب وتداعياتها المقر نفسه الذي تدعو بر إلى فتحه الانتخاب رئيس الجمهورية دعت إلى الدخول من بابه هذه المرة لتحييد لبنان عن حرب غزة مصوبة من مجلس النواب على حكومة تصريف الأعمال نتقدم إليكم بطلب عقد جلسة لمناقشة الحكومة بموضوع الحرب القائمة ومنع توسعها وتقاعصها عن قيامها بواجباتها الدستورية هذه الجلسة وفقاً للمعارضة تهدف إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات محددة وضع حد لكافة الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها إعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه تكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية التحرك على الصعيد الدبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة وتطبيق القرار 1701 كاملاً وفوراً لكن عد كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد أدرج هذه الخطوة في سياق الفذلكة والتشاطر معتبراً عبر الـ MTV أن لا جدوى من جلسة نيابية كهذه وسأل لنفترض أن الحكومة مقصرة كيف تنوي المعارضة محاسبتها في ظل عدم القدرة على سحب الثقة من حكومة أو وزير بحالة تصريف أعمال هذه العريضة بحسب حميد تحمل تناقضاً صريحاً مع موقف المعارضة رافض حضور أي جلسة تشريعية بغياب رئيس للجمهورية وهذا تحديداً ما نرفضه في طرحهم التشاوري الذي يحمل في طياته فخاً من شأنه تعطيل مرفق إضافي تحت عنوان الجلسة المفتوحة بدورات متتالية من دون إقفال المحضر بحل عجزنا عن انتخاب رئيس اشتركوا في القناة